مرحبا بكم في رساة جديدة اليوم جبت لكم رساة بنينة برشا فاوحة وصحية اللي هي خبزة الكيك بالدرع بالنسبة للمكونات حتيت اخذيت زوز كيسندرا وعليهم كاس فارينا ومعاهم كاس زيت وديما يقعد الكاس نفسه اللي نقص به كاس زيت كاس حليب باكو خميرة تاكتو باكو سكر فاني اذا كن معاندكمش نجمو طعم متاع ازهر وخذيت معاهم ثلاثة كعبة اعظم اول حاجة خذيت الاعظم متاعي تكون بحرارة الغرفة حتيت عليهم مغرفة كبيرة خل شوية ملح كما قاعدين تراو وباش نبدا نخدمهم بالباتر اذيك اهم اتاب في الكيك بتاعنا بشي جينا الشوش وبنين من بعد نخدموه بالجداء بالجداء بالباتر حتى لين العظم تطلع معنا بالجداء بالنسبة للرسات انتاع اليوم راهي رسات هالثي ما فيهاش حتى طرف سكر اذا كان انتو ما تحبو تعملو نفس الكيك تزيدوها السكر تجيب نينة بنفس المكونات و بنفس المقادير الكل لا جست لهنا تزيدو كاس ونص سكر مع العظم متخدموهم بالجداء بالنسبة ليا انا اليوم قلت الكيك هاذي عملتها هالثي فيها برشة ثاكية و ما فيهاش السكر بالكل للعباد اللي عندها السكر للعباد اللي تعمل فيه ريجيم و راهي يجيب نينة وتنجموه تاكلوها حتى العبد العادي معنات هيكلها فيه وحاوب نينة ما تستحقش ما تستحقش سكر بهي نخدم العظم متاعي بالجداء مع الخل و شوية الملع و نبعد بش نبدا نزيد في الاخرين كيف ما قلت اذا كان كنتو بش تعملوها بالسكر في المرحلة هاذي تخدمو الأعظم مع السكر بالجداء كيس ونص سكر سينو تخدموها بالطريقة اللي خدمت بها انا طو اعظم اكهاو معها شوية ملح و مغرفة كبيرة اخال طوى بش نبدا نزيد كيسة حليب و ديما القياسات بنفس الكيس راو في الكيك بتاعنا ناخدو نفس الكيس قيسو بي اهو كيزة كيسة حليب بش نزيد معاهم كيس زيت زيت اقتانية و بعد نزيدو معاهم ناخدوهم بالجداء سعب البتر و من المرحلة هاذي ما عادش بش نستعمل البتر على خاطر لفيت صبيت الفالينة و الدراع ما عادش نستعمل البتر بش نخلي لهوي هاوكا حتي تساشي سوكرو فاني و طوى بش ناحي البتر ما عادش نستعملو بش نصفي الدراع متاعي و باكو الخميرة متاع القاتو و كيس الفالينة نصفيهم بالجداء لازم هم يكونوا مغربلين و من بعد نخدمهم بسباتول و الا بمغرفة ولا بفرشيتة بدي تحبو انتم المهم نخدموهم مانويل معناتها ما نستحقوش البتر نستعمل البتر بش ناحيين و كيس الفالينة و معاهم باكو الخميرة متاع القاتو نقعد مغربل فيهم بالجداء باش ما يبديش الفالينة و الدراع فيهم كعابر من بعض يقعدهم كعابرين في المجينة تكستور مشبهية نقعد مغربل فيهم بالجداء و من بعد باش خلطهم كيف ما قلت بسباتول العبيد الي تبع فيها الكل بحب نقولكم مارسي بكو على المساجات المزيانة متاعكم مارسي بكو على تشجيعكم لي و ما تنسيوش تابعوني على انستغرام فام غلامور كويزين تلقاوني كل يوم تلقاوا ديزاستوس ولا تلقاوا الروسات اللي بيشنهاباتهم على شين يوتيوب كيف كيف اذا كان عندكم معنيتها اذا كان عاودتوا الروسات تبعثولي تصاور تطبيقاتكم على انستغرام برتاجيها معاكم و الهني بعد ما غربلت الفيلينة و الدراع رجعت نخدم فيهم بالمغارفة ندخل فيهم مع العظم و الحليب و الزيت ندخلوهم بالجداء بيش ما يقعدوش فماك عابر في وسطها وهذا هي الروسات مقعد كان بيش نجيب المول متاعي نحط فيها البابير كويزين و نحط الميلانج متاعي بالنسبة للفور نطيبوها على 180 درجة و 4 ساعة الاولى ما نحلوش الفور على الكاك متاعنا بيش تاخو وقتها و تطلع و تجيب زيانا و اذا كان بيش تحطو عليها فاكيا تخليوها ترتاح وتحطو تعملك الكوش شوية ها كي تبدأ تعملكوش خشينا شوية معناتها الكاك ترتاح بيش كي نحطو عليها الفاكيا ما تحش في وسطها نحط بالنسبة للفاكيا تحطو اللي تحبو عليها انتوما تحبو تحطو جلجلين، زبيب، لوزفيلة، اللي تحبو انتوما تنجمو تحطو زبيب لكحل، نوا، بو فريوة اذا كان عندكم اللي عندكم حسيلو شوية جلجلين و تجينا راهي الكاكب نينا و فيو حابرشا هنا بعد ما حتيت لها الفاكيا من فوق كيف ما قاعدين تراو نخليتها بتاع دريجها الكاكة و دخلتها للفور على 180 درجة و طوى حظرت الكاك متاعنا ان شاء الله تكون عجبتكم الرسابة اليوم راهي ابنينا برشا كيف ما قلت اشتركوا في القناة